أعرب صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نايب القايد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها المنظمون والقائمون على الحلبة والعملون فيها بجميع المواقع لظهار سباق جائزة البحرين الكبرى بالصورة المشرفة والتي يفتخر بها أبناء الوطن ويعتزون باستمرار بما تشكله حلبة البحرين الدولية من قيمة وطنية تجسد جوهر الإنجاز والعطاء في الإنسان البحرينية وقدرته على بلورتها في المكتسبات التي يعمل بيتفان لموصلة تطوير مستوها والبناء عليها الارتقاء إلى مستوية أعلى من النماء جاء ذلك خلال قيام سموه بجولة في أرجاء حلبة البحرين الدولية ومرافقها التقى فيها كبار شخصيات الفورميلا واحد والمتسابقين المخضرمين ومدراء الفرق ومتسابقيها والمنظمين وجماهير السباق وذلك في اليوم الثاني من فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلا واحد 2016 وقال سموه إن الحضور الكبير وما يطفيه من روح على أجواء سباق من حماس وتفاعل مع مجريات الأيام الثلاثة من هذه الفعالية الرياضية العالمية دافع يشجع على بذل المزيد للحفاظ على ما حققته الحلبة من نجاح وتألق منذ انطلاقتها عام 2004 تأول مصطديف لسباقات الفورميلا واحد في شرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة